طيب هنشوف عنوين الصحف في تناولها لمؤتمر كابت الخطيب لأنه هم كانوا في ناس كتيرة كانت رايحة وفاكرها تسمع زعيء وصويت واتهمات وربما انسحابات فنشوف نقبهم طلع على إيه بالضبط في كل العنوين الصحفية الأخبار قالت الخطيب يضع النقاط فوق الحروف في مؤتمر صحفي اتحاد الكرة أهدر حق مصر قبل حق الأهلي شكرا لوزير الرياضة وهذا موقف علام وبريدة ولسنا في خصومه مع الكاف ملخص كواس أهدر الأهرام قالت محمود الخطيب في مؤتمر صحفي الأهل مستمر في الشكوى أمام المحكمة الرياضية بسبب نهاية إفريقيا اتحاد الكرة تخلى عننا في أزمات كثيرة وننتظر نتيجة تحقيق وزارة الرياضة الجمهورية قالت بعد مؤتمر بيبو حول النهاية الأفريقي الحقيقة والسراب الخطيب يكشف كواليس أزمة النهاية الإفريقي الجبلية تخلت عن القلعة الحمراء الكلمة الحقيقة والسراب دي مهمة يعني بتوضع حامية المؤتمر الشروق قالت الخطيب يؤكد اتحاد الكرة أضاع حق الأهل ومصر في نهاية دور الأبطال رئيس الأهل في مؤتمر صحفي نطالب بالعودة للنظام الزهاب واللياب وننتظر تحقيقات وزارة الرياضة المصر اليوم قالت مواجهة على الهوى بين الأهل والتحاد الكرة الخطيب لعلام ظلمتون بإخفاء الحقيقة والجبلية بترد كفاكم تهويلا وأنتم المسؤولون رئيس الأهل بيقول مسؤول الجبلية لم يسندون في أزمة ملعب النهائي رفضت الاجتماع الودي مع رئيس الكاف وتمسكت بالرد على مطالبنا بخطاب رسمي الوفد قالت وضع النقاط فوق الحروب في أزمة نهاية دور أبطال إفريقيا الخطيب يؤكد اتحاد الكرة أهدر حق الأهلي مستمرون في شكوان للمحكمة الدولية ونطالب بعودة نظام الزهاب والقياب أشكر وزير الرياضة على موقفه ورسالاته لبريدة مصر فوق الجميع مؤكد لكن في الوفد في اليوم الثاني بقى قالت مؤتمر الخطيب بدون جديد الغريبة أنه ده اليوم الثاني إدارة الآن تكتفي بتوزيع الاتهامات والهروب من المسؤولية تبطئ الوزارة في عقاب المقصرين زاد من حجم الأزمة وهنا الحقيقة أنا مفهمتش مفهمتش بالذات أنه دلوقتي على رأس الوفد الصديق العزيز الأستاذ علي البحراوي رئيس تحرير جريدة الوفد هو صديقنا العزيز خالد إدريس بس علي البحراوي ناقد رياضي له قيمته يعني جه لكرسي رئيس تحرير الوفد ودي قيمة كبيرة جدا ده كرسي قال عليه مصطفى شردي بكل ما يعني اسمه مصطفى شردي في تاريخ الصحافة فجلس علي البحراوي على كرسي مصطفى شردي وده حيعتبرناه فتح للنقد الرياضي فتح للصحافة الرياضية فلما يكون على كرسي رئيس التحرير علي البحراوي مش مفهوم أن الكلام ده يتكتب في الوفد في يومين وراء بعد التغطية التسجيلية للمؤتمر بتنصف كلام الخطيب تاني يوم الهجوم على المؤتمر وكأنه المفروض اللي انت اتضح لك الأمر وانت سمعت فقال لك مؤتمر الخطيب بدون جديد إدارة الآلة تكتفي بتوزيع الاتهامات في اليوم الأول ما كانوش شايفينها توزيع الاتهامات كانوش شايفينها شكاوة عادلة سواء للوزارة أو للمحكمة الدولية قال لك وفيه تباطئ وفيه هروب الناسولية لا استنى استنى انت بتقول تناقض بين اليوم الأولين والثاني لا ده تناقض بين العنوانين اللي في اليوم الثاني ادارة الاهلي تكتفي بتوجيه الاتهامات ما العايزة تعمل ايه بتوزيع بتوزيع الاتهامات وبعدين يقول لك ايه تباطئ الوزارة في عقاب المقصرين زادة من حجم الأزمة يعني يعني الوزارة مسؤولة وتباطئت ده هو راح لحتة أبعد من اللي قال لكابت الخطيب ده الخطيب شاكر الوزارة شاكر الوزارة لكن احيانا احيانا لما تكتب وانت في دماغك حاجة تبص نلاقي الدنيا بتضعك في هذا التناقض يعني يعني يا رب الأستاذ علي البحراوي يعني يفاهمنا ليه التناقض ده وليه طب هو بالليه ده انا كنت فاكر تاني يوم حيقول الآن انكشف أهمية المطاعدة ايوة ما نقولك المفترض بعد التخطيب خلاص كل شيء انكشف يعني كنت فاكر وعلى الآن لشاف ردود الفعل ترجمة نانسي قنقر